نظمت دائرة الثقافة بالشارقة جولة لوفد جمعية الإمارات للإبداع ضمن زيارته لفعالية ملتقى الشارقة للخط للتعرف على أعمال الفنانين المشاركين في الملتقى وذلك في ساحة الخط بالشارقة التفاصيل مع مراسلنا سعود الكتبي بهدف تسليط الضوء على الفنون في الإمارة قام وفد من جمعية الإمارات للإبداع بزيارة معارض ملتقى الشارقة للخط الذي ينظم في دورته الثامنة وللاطلاع على الأعمال الفنية المعروضة في أجنحة المعارض المتنوعة الذي شارك فيها خطاطون من بلاد عربية وإسلامية عدة الجهد الجبار اللي قامت فيه حكومة الشارقة مثلا بصاحب السنون حاكم الشارقة في جعل هذا المكان لزيارته صراحة مكان جدا منظم وجميل أعمال فنية جدا مميزة الحمد لله ونتمنى إن شاء الله في المراحل القادمة أن يكون في أعمال أخرى هذا ويبرز الملتقى الذي يحمل شعار جوهر الإبداع في مجال الخط المرتكز على الآيات القرآنية التي حازت إعجاب الكثير من الفنانين المعنيين بالخط هذه الجولة بدأت من القسم الكلاسيكي الذي يضم اللوحات الكلاسيكية في المتحف الخط العربي طبعا تضمنت شروح عن اللوحات التي فازت في هذا المجال وكان هناك عدد كبير من الأعمال الجميلة التي تضم خطوط حديثة وخطوط قديمة ملتقى الشارقة للخط يشكل أحد أهم الفعاليات الثقافية في الشارقة ودولة الإمارات ككل حيث ثمن الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي الدورة الثقافية والريادية الذي تنتهجه إمارة الشارقة في خدمة الثقافة العربية والإسلامية تأتي هذه الزيارة لأهمية ساحة الخط وما تحتويه من لوحات فنية لعدة فنانين وليعكس الملتقى آفاق الحرف الفنية والزخارف الإسلامية ويجسد أهمية اختيار شعاره المميز لهذا العام لأخبار الدار سعود الكتبي من ساحة الخط بالشارقة